قواعدها وهذه أبعاد نراها مهمة في هذا الوقت وذلك لأن الدولة الإسلامية وما تحمله من نظام سياسي يشمل نوع الدستور وتوزيع السلطات واختيار الحاكم والرقابة عليه وحقوق الناس وحقوق الوالي والتصرف المالية والعلاقات السياسية الداخلية والعلاقات وما أشبه ذلك مما سيأتي بعض البيان له هذا الموضوع فيه في هذا الزمن بخصوصه لغة كثير وكلام ما بين متعصب فيه لأطر لا يراها تتجدد للدولة الإسلامية وما بين منكر أن يكون النظام السياسي في الإسلام ناجحاً وهناك من قال إن النظام السياسي في الإسلام فاشل لأنه لم يطبق على أصوله إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين وأما بعد ذلك فلم يطبق ومنهم من رأى النظام السياسي في الإسلام والدولة الإسلامية أنها دولة مثالية خيالية تجريدية لا يمكن أن تكون على وصفهم مطبقة على أرض الواقع إلا بمثل وتجريدات وبالتالي فإن هذه النظرة ستجعل الاتجاه إلى الدعوة إلى تأصيل وقوة الدولة الإسلامية وإلى الحث على القرب من النظام السياسي والنظرية السياسية في الإسلام للدول الإسلامية أنه محظ نظر بعيد واستنبات للجذور للبذور في الهواء ولا بد أن نكون في واقعية بين هذا وذاك فالنظام السياسي في الإسلام أو النظرية السياسية في الإسلام هي كأي نظرية أخرى إنما هي تواصل فيما بين القيادة والناس القيادة بمجموعها والناس على اختلاف طبقاتهم ما بين أهل شورى وأهل حل وعقد وأهل قضاء وأهل سلطة وأهل مسؤوليات وعلم وتخصصات وفكر وثقافة إلى آخره وكذلك الصلة ما بين هؤلاء والولاد لذلك لذلك فلابد أن لا نذهب إلى المثالية فنجني على نظريتنا السياسية للإسلام ويجب أن لا نكون أيضا مجحفين بالقول بأن الإسلام ليس دين سياسة وإنما هو دين كان لفترة قصيرة ولي السياسة وما بعد ذلك تحول إلى ملك لم تطبق فيه أصول السياسة الإسلامية هذا الموضوع صعب أن نبحثه في مثل هذه الجلسة وهذه العجالة لأنه طويل ومتصل ببحوث كثيرة لكني سأعرض عرضا مجردا سريعا لبعض المفاهيم حول أصول النظرية السياسية في الإسلام أو للدولة الإسلامية وبعض المقدمات لذلك يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع عبر عدة عناصر منها أهمية الحديث النظام السياسي أو النظرية السياسية للدولة الإسلامية تعريف النظرية السياسية حاجة المجتمعات إلى القوانين السياسية الإسلام دين ودولة الفرق ما بين نظام الإسلام السياسي والنظريات السياسية الأخرى أو الأنظمة السياسية الأخرى السلطة في الإسلام نوعها هل هي مطلقة أم مقيدة خصائص هذا النظام السياسي السلطات الثلاث في النظام السياسي الإسلامي وبعض القواعد المتعلقة بذلك مبادئ العلاقات الدولية في النظام السياسي الإسلامي الإمامة والبيعة في النظام السياسي للإسلام وأهميتها وفروعها وقواعد متعلقة بذلك مصادر النظام السياسي في الإسلام قواعد النظام السياسي في الإسلام أركان الدولة الإسلامية وظيفة الدولة الإسلامية وهذه الموضوعات بحثت في بحوث من كتب في هذا الموضوع وإنما حظي أن جمعت بعض هذه الأشياء ورتبتها مع معظم مزيد اقتضاه نظر البحث أولا أهمية الحديث عن النظام السياسي أو النظرية السياسية للدولة الإسلامية إن غياب فقه السياسة القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح قد أوقع في الكثير من الأخطاء والتجني على النظام الإسلامي والفقه الإسلامي بل وعلى السنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين ولا بد من الحديث عنه أن نجلوى هذا الفقه لنستشرف المستقبل لتنظيم إسلامي للدولة الإسلامية المعاصرة يكون أكثر قربا لنظرية السياسية للدولة الإسلامية الثاني إبراز أهمية الحديث في إبراز عظمة هذه الشريعة الإسلامية وأنها ليست شريعة زمن دون زمن ولا مكان دون مكان بل هي شريعة عبادة وخلق وسياسة وهي صالحة لكل زمن ومكان ومنتظمة لصلاح الدين والدنيا في حياة الناس الثالث الرد على تجني البعض سواء من المستشرقين أو من بعض أبناء جلدتنا وذلك في دعواهم بقولهم إن الإسلام إنما هو عقيدة تقوم على علاقة بين الإنسان وربه معزول عن شؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجحة وإنما التجربة التي مرت إنما هي تجربة محدودة لمدة أربعين سنة أو ما أشبه ذلك وهي تجربة لا تنبئ عن نجاح النظرية السياسية للدولة الإسلامية وقيادتها للمجتمعات لكن البعض أنصف فقال مثلا فيتس جيرالد في كتابه القانون الإسلام المحمدي ليس الإسلام دينا فحسب ولكنه نظام سياسي وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يوصفون بأنهم تقدميون أو عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين الدينية والسياسية فإن صرح التفكير الإسلامي قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهم عن الآخر وفي دائرة المعارف الإسلامية يقول ستورثمان الإسلام ظاهرة دينية وظاهرة سياسية إذ إن مؤسسه محمدا كان نبيا وكان حاكما مثاليا خبيرا بأساليب الحكم وهذه الماحة إلى أهمية هذا النظام تعريف النظام السياسي أو النظرية السياسية للدولة الإسلامية في الماضي كان يطلق على هذا الموضوع النظرية السياسية تطلق عليها تسميات مختلفة منهم من يطلق عليها اسم الولاية حقوقها ولوازمها ومنهم من يطلق عليها الإمامة الكبرى ومنهم من يطلق عليه السياسة الشرعية أو السياسة المدنية ومنهم من عبر بالأحكام السلطانية وهناك من أخذ بعض هذه العناصر كالخراج والمال وبعض هذه التفصيلات إن مبادئ السياسة أيها الإخوة التي وردت بها النصوص في الكتاب والسنة أو حدث بشأنها إجماع يتعين الالتزام بها ولا يجوز ولا يمكن التحلل أو الخروج عنها وهذه تشتمل الأصول العظمى لمصلحة الناس في دينهم ودنياهم مثل العلاقة بين العبد وربه الحكم بالعدل أداء الحقوق لأصحابها البيعة حقوق الإنسان منهج المشاورة العدل بين الناس أما القواعد السياسية والأنظمة التي لم يرد عليها نص أو لم يقم عليها إجماع فهذه متروكة لتحديث التنظيم بها بحسب ما يجد للناس من أحوال فالقواعد والأنظمة إنما هي راجعة إلى المصالح المرسلة التي لم يأتي حد بتحديدها في الشرع ولا فيما أجمع عليه أهل العلم فهي مطلقة من أن يتقيد بتجربة ماضية فيها في أي دولة مرت لأن الغرض من الدولة إنما هو القيام بمصالح الناس وإذا كان كذلك قد يترتب على هذا إحداث الأنظمة أو تغيير بعض القواعد أو تغيير بعض ما كان العمل عليه في الدولة الإسلامية بتجديد أو إصلاح أو غير ذلك السياسة جاء ذكرها في النصوص الشرعية بمعنى الحكم والقيام بالأمر كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء قال ابن الأثير في النهاية تسوسهم أي تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه تكلم كثيرون من فقهاء الإسلام في تعريف السياسة الشرعية أو السياسة التي يتصل ذلك بالدولة الإسلامية يتصل تعريفها بالدولة الإسلامية فقال مثلا ابن عقيل فيما نقله عنه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية قال السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الإصلاح وأبعد عن الإفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم السياسة في تعريف بن عقيل ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الإصلاح وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفها ابن نجيم في كتابه البحر الرائق بقولها السياسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي وعرفها الأستاذ عبد الرحمن تاج من مشايخ الأزهر المشهورين بأنها الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة مع مراعاة تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية وهناك عدة تعريفات في هذا الصدد تدور حول هذه المعالم فالسياسة إذن تعتمد على السياسة للدولة الإسلامية تعترف على ما به تعتمد على ما به صلاح الدولة وهو أن تكون الدولة أقرب إلى الصلاح والإصلاح وأبعد عن الفساد أو الإفساد ولذلك تحدث كثيرون في معالم الحكم الصالح وقيمة بعض الندوات مؤخرا عن الحكم الصالح قواعده معاييره هناك أحكام تقوم على الجزاف أحيانا في الحكم على شيء ما بأنه صالح أو أنه فاسد أو على حكم ما أو على نظرية ما أو على تجريتة ما أنها صالحة أو فاسدة أو على دولة بأنها دولة فيها الحكم صالح أو فيها الحكم غير صالح لكن لا بد من معايير وقواعد ينبني عليها النظر في هذا الأمر حتى تتفق السياسة الشرعية في تنمية الصالح في الحكم وفي تقويته وفي تثبيت هذا الصالح وفي النظر إلى ما فسد بإزالته أو إصلاحه أو إبعاده إلى آخر وحركة الإنسان في الدولة سواء كانت حركة حاكم والي أو حركة مجتمع هي حركة بشرية لا يمكن أن ننظر إلى صاحب الولاية بأنه بعيد عن بشريته وله الحق المطلق وله الصواب المطلق وكذلك لا يمكن النظر إلى الناس بأنهم أصحاب حق مطلق أو نظرة صحيحة مطلقة ولذلك جاءت السياسة في الشريعة الإسلامية بأنها لم تعطي الحاكم أو الوالي ولي الأمر الذي له البيعة الإمام لم تعطي له حقا مطلقا وكذلك لم تعطي للناس حقا مطلقا وإنما كان حق الحاكم مقيدا وكذلك حق الناس مقيدا والصلة ما بينهما فيما فيه إصلاح الدولة وإصلاح الناس في أمور دينهم وفي أمور دنيا السياسة الشرعية لا تقف على ما نطق به الشرع وإنما نشترط لها ألا تخالف نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة وقواعد الشريعة التي ترجع إلى ما جاء في القرآن أو السنة أو الإجماع مما كان ظاهر الدلالة غير مجمل أو مؤول قال ابن القيم رحمه الله ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع وابن القيم من آئمة الدعوة السلفية قال ابن القيم رحمه الله ومن قال لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلق وتغليط للصحابة أيضا وهذا موضع فرط فيه طائفة وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد بل جعلوا الشريعة محتاجة إلى غيرها من الشرائع فلما رأى ولاة الأمور ذلك أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا فتفاقم الأمر وتعذر الاستدراك فإن الله سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وهو العدل فإذا ظهرت أمارات القسط وهو العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله وثم دينه المجتمعات لا شك بحاجة إلى مزيد من النظر في القوانين السياسية يقول ابن الربيع الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي ويقول العلامة ابن خلدون إن الاجتماع الإنساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدني في اصطلاحهم ثم هذا الاجتماع إذا حصل البشر فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة ينقادون إلى أحكامها إلى آخر ما قال الإسلام دين ودولة الإسلام نظم العلاقة بين العبد وبين ربه فبين الله جل وعلا العقيدة حق الله سبحانه وتعالى وماله بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وماله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأفعال الحسنة والأحكام الشرعية التفصيلية فيما يتصل بحياة الناس ولكنه أيضا دين متعلق بالدولة والأنبياء كثير منهم نظموا شؤون دولهم والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن دولة الإسلام في المدينة منذ قدم المدينة فبدأ بالعهود في من حوله مع من حوله فعاهد ما معه في المدينة من اليهود ونظم الصلة ونصب الأئمة في الصلاة والقضاة إلى آخر ذلك ثم توسعت التنظيمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الخلفاء الراشدين فحقيقة أن الإسلام مدينة ودولة هذه واضحة لا محيدة عنها ولا معارضة لها لأن الإسلام بلا شك جاء بالأمرين جميعا يقول الله جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ويقول الله جل وعلا لنبيه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأنكر بعض المنتسبين للإسلام والمعارضين له أن يكون للإسلام دولة أو أنه جاء ليحكم أمه وقالوا إنما هو علاقة بين الإنسان وربه فرأوا أن بالفصل ما بين الدين والدولة وهذا نظر ليس بصحيح بل هو معارض بالنص ومعارض بالتاريخ ومعارض بالتجربة لكن فيه الكثير من الخوف من تجربة إسلامية لدولة إسلامية تكون مثالا لتجربات مضت فيها الدم وفيها الصراع على السلطة وفيها عدم إعطاء الحقوق وفيها تسلط الحاكم وفيها عدم إعطاء العدل وعدم نزاهة القضاء أو الأمانة على المال أو العدل بين الناس وأشباه ذلك لكن نحن ننظر إلى المسألة من جهة التشريع في نفسه أما التطبيق فإن تطبيق الناس لأي نظرية في الحكم لا بد له من الكثير من المعانات وهذه المعانات لا بد معها من الإصلاح الذي ينمو معه القرب من وظيفة الدولة الإسلامية وهو زيادة الإصلاح ونماؤه وكثرته وقلة ما يضاد ذلك سواء في حياة الناس الخاصة أم في حياة الدولة العام لا شك أن الإسلام تميز بالكمال والشمول جاء الإسلام بنظريته السياسية أو بتنظيمه السياسي ونظامه السياسي وهناك عدة تجربات أخرى هناك تجربات هناك تجارب قبل الدولة الإسلامية في أنظمة مختلفة هناك تجربة النظام في الدولة القيصرية وهناك في فارس أيضا النظام وقبل ذلك عند اليونان كان هناك عدة تجارب في أنظمة مختلفة والذين وضعوا النظام الجمهوري في أساسه الذي طورته أوروبا في العصر الحديث إنما هم اليونان في كتاب فلاطون المشهور الجمهورية الفاضلة وكتاب أرسطو أيضا السياسة وكلاهما مطبوع موجود لكن نظرية السياسية الإسلامية قامت على أصول أولا أن السلطة في النظام السياسي الإسلامي هي لله جل وعلا السلطة إنما هي لله جل وعلا وما أعطي الوالي أو أعطي الناس أو أعطي السلطة القضائية إلى آخره فإنما هي بتشريع من الله جل وعلا فالحكم راجع في أصله إلى حكم الله جل وعلا وأما في النظم الأخرى فالحكم راجع إلى ما يرونه أي إلى حكم الشعب أو إلى نظرية أخرى على اختلاف هذه الأمور السيادة في الدولة الإسلامية إنما هي لحكم الله جل وعلا والتشريع إنما هو لله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصوليون هل هو مشرع أم هو مبلغ وكثيرون قالوا إنما التشريع لله جل وعلا لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ومنهم من قال لا هو مبلغ ولكنه مشرع لأجل الحديث الذي جاء وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وعلى العموم فالسلطة التشريعية بأنواعها راجعة إلى حكم الله جل وعلا وليس إلى حكم الناس ولذلك نفرق كما سيأتي في الدولة الإسلامية ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية فما كان من جهة التشريع الذي هو مبني على نص في القرآن أو السنة ظاهر الدلالة غير مجمل ولا مؤول أو ما كان عليه إجماع فهذا تشريع لا محيد عنه وما كان من قبيل الاجتهاد فهذا يمكن أن يسمى السلطة التنظيمية وأما في النظريات الأخر فتكون السيادة الشعبية مثلاً في الديمقراطية هي القانون النافذ والسيادة للشعب في إدارته وفيما يراه في أمور السياسة والحكم والتشريع يبرم ما يشاء وينقض ما يشاء عن طريق من يمثله وهم نوابه في ذلك أما الدولة الإسلامية فلا تأخذوا بهذا النظر على إطلاقه بل هي مقيدة بحكم الله جل وعلا والاجتهادات العامة والشورى الخاصة لأن الحكام والمحكمين مقيدون بحكم الإسلام وتشريع الإسلام والقيم الخلقية لهذا الدين فهذا هو الإطار الملزم للجماعة السلطة في الإسلام ليست مطلقة وإنما هي مقيدة سواء في حق الحاكم أو في حق المحكم وفي أنواع السلطات أولا هي مقيدة بأحكام الشريعة على مثل ما تتقيد به اليوم جميع السلطات الدستورية العالمية أثانيا مقيدة بأحكام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في الشريعة وذلك بأوسع مما عرف في مواثيق حقوق الإنسان العالمية اليوم وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أنموذج كاف ألا إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فهذه أنموذج للاهتمام بحقوق الإنسان في مجمع شام الحج فيه وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل مسلم وكانوا يبلغون مئة ألف في ذلك رابعا مقيدة السلطة بواجب تلمس الخير والمصلحة للفرد والجماعة حسب مقتضيات الظروف والأزمان فالسلطة في الإسلام ليست مطلقة بما يريده الوالي ولي الأمر أو بما يريده الحاكم فما رآه مصلحة فإنه يكون مصلحة مطلقة وما رآه مفسدة فإنه يكون مفسدة مطلقة ولو أخذ بذلك في حق الوالي لكان هناك تسلط فيما يراه هو أو فيما يراه لمصلحته أو مصلحة عشيرته أو مصلحة مذهبه على حساب المصالح الأخرى ولذلك لابد أن تقيد السلطة له وتقييدها في حقه هو بأصل النظام بأصل النظرية السياسية الإسلامية فلم يعطى في البيعة التي هي عقد كما سيأتي لم يعطى في البيعة أن تكون له السلطة مطلقة وليس له الحق في المطالبة بذلك ولكن هناك مجالات لتوسيع هذه السلطة أو تقليص هذه السلطة عن طريق أهل الشورى وعن طريق أهل الحل والعقد بتفصيلات معروفة عند الفقهاء في هذا الشأن خامسا أن هذه السلطة مقيدة بالمسؤولية بالمسؤولية التي نماها الدين الإسلامي في نفس الحاكم والمحكوم وهذه المسؤولية هي التي تنبع من عنصرين أساسيين أولا رقابة هذا الوالي أو المتنفذ رقابته فيما بينه وبين الله جل وعلا فلا يرى أنه ليس عليه رقيب بل هو في النظام السياسي الإسلامي يرى أنه محاسب مع الله جل وعلا وأن الله عليه رقيب وأنه في تصرفاته إنما يعامل ربه جل وعلا وأن الخلافة خلافة على الناس ولكنها هي من الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة ولذلك ويرى أنه محاسب على كل شأن من شونه فهناك مسؤولية مسؤولية يراها على عاتقه ليس للناس أو للشعب وإنما لحق الله جل وعلا أو أخرى تجاه من عقد له البيعة وأعطاه هذه الوكالة وهذه لها تفصيلاتها من خصائص النظام السياسي للدولة الإسلامية أولا أن النظرية السياسية للدولة الإسلامية ربانية المصدر فهي من الله جل وعلا لهذه الخاصية مزايا منها العصمة من التناقض البراءة من التحيز الاحترام وسهولة الانقياد ثانيا من سماتها أنها نظام تعبدي مدني من سماتها أنها عالمية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا من سماتها أنها تتصف بالشمول فليست لناحية دون ناحية من سماتها أنها واقعية مطابقة للواقع ومراعية للواقع ولذلك الإتيان بأنظمة وتشريعات هذا من واقعية النظرية السياسية للإسلام توسيع المشاركة السياسية من واقعية النظرية السياسية للإسلام النظر إلى الحاكم باعتدال بأنه بشر له حق وحقوق وعليه واجبات والنظر إلى المحكوم بأنه بشر له حق أو حقوق وأيضا عليه واجبات ومن سماتها أيضا الوسطية فإن النظام السياسي في الإسلام وسط فليس يقر النظام الدكتاتوري كما هو تعريف المعاصر الجائر ولا الأنظمة المفرطة بل هو وسط يعطي للوالي حقه بموجب البيعة وكذلك يعطي النظام حق الرقابة عليه ومتابعة أعماله بإطار هذا النظام قد يطول بنا الحديث في عدد من النقاط لكن نذكر بعض العناصر الأخرى العلاقة الدولية في النظام السياسي للدولة الإسلامية علاقات الدولية مطلوبة لأن الدولة الإسلامية ليست دولة منعزلة عن الناس بل وظيفة الدولة الإسلامية أن تقدم الأنموذج الكامل لشرع الله جل وعلا حتى يتسع النظر والاقتناع بهذا الأنموذج في العالم وبالتالي فإن العلاقات الدولية في النظرية السياسية الإسلامية ليس الهدف منها أن يكون هناك أمن فقط ما بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى وإنما يكون فيها الأمن العقدي الأمن التشريعي وكذلك الأمن البدني على الناس في مصالحهم فليس المقصود من هذه العلاقات إنه المقصود المدني فقط وإنما نشر الدعوة الإسلامية هو ثمرة من ثمرات النظام الإسلامي في العلاقات الدولية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب وأرسل الرسائل لملوك الأمصار راعى هذه المسائل بل كانت ظاهرة في رسائله عليه الصلاة والسلام مبادئ هذه العلاقات الدولية في النظرية السياسية الإسلامية أولا العدالة في العلاقة وأنه لا يمكن أن نأخذ بصنيع قوم أو بكفرهم على أنهم لا يعدل معهم يقول الله جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أيضا من المبادئ المساوات من المبادئ الوفاء بالعهود والمواثيق يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا بل لأجل رعاية هذه العهود ورعاية هذه المواثيق لم يوجب الله جل وعلا أن ننصر مسلما ضد غير المسلم إذا كان هناك عهد وميثاق مع غير المسلم كما قال جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر يعني من المسلمين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فالوفاء بالعهد والمواثيق من أصول هذه العلاقات الدولية الأمر الرابع التعاون الذي هو سمة لإعمار الأرض الذي جعله الله جل وعلا منه على عباده الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بقوله واستعمركم فيها وجعل الإنسان خليفة ليعمر الأرض ولينتشر فيها فمن أصولي أو قواعد هذه العلاقات الدولية أن يكون هناك تعاون لما فيه صلاح الإنسان وبما فيه المصلحة العامة للدولة الإسلامية الإمامة موضوع مهم بل هو الأهم والركن الأهم في موضوع النظرية السياسية بالدولة الإسلامية الإمامة معناها نصب إمام ليلي أمر الناس ويتكفل بالسعي في مصالحهم ودر الشرور عنهم لذلك الإمامة هي علاقة ما بين الناس وبين ولي أمرهم وهذه العلاقة نظمت بشيء يسمى البيعة والنظام السياسي في الإسلام منهم من سماه الخلافة ومنهم من سماه البيعة ومنهم من سماه الأحكام السلطانية وألصق ما يعبر عنه لتشخيص النظرية السياسية الإسلامية في حق الحاكم والمحكوم والعلاقة بينهما البيعة وحقيقة البيعة باع حقيقة البيعة أنها عقد من طرفين هذا العقد فحواه أنه عقد وكالة ما بين المحكوم والحاكم ما بين المبايع والمبايع والوكالة أن يقوم ولي الأمر أو يقوم المبايع بما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم ولذلك فإن هذا العقد عقد البيعة فيما فيه صلاح الناس وكالة من كل الناس لولي الأمر فيجتمع يجتمع النظر بمقتضى هذه البيعة في ولي الأمر وكما ذكرنا لك فيما قبل أن الأصل أن ولي الأمر في الإسلام أن يكون عندهم من الرقابة الذاتية والخوف من الله جل وعلا والاستعدادات ما يكون قائما بمقتضى هذه الوكالة ومفنيا نفسه في مصلحة الناس بعيدا عن مصالحه الذاتية أو عن مصالح فئته الخاصة وهذا هو الأصل وتجتمع فيه بمقتضى البيعة هذه الأمور وقد ينقص عن ذلك بمقتضى الطبيعة البشرية فلا بد من قيام أهل الشورى من قيام أهل الحل والعقل من قيام أهل النصح من أهل الأمر المعروف والنهي على المنكر من قيام أهل العلم أهل الفقه لا بد من القيام بتسديد النقص أو العوارض البشرية التي تأتي للحاكم فالأمر مجتمع فيه فلذلك السياسة مردها للحاكم فما رآه الحاكم فإنه ينفذ باعتباره وكيلا عن الناس وهم أعطوه السلطة لرعاية مصالحه لكن هذا إنما طبق بصورته الصحيحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي بعض أزمنة بعض الخلفاء والملوك فيما بعد ذلك في تاريخ الدولة الإسلامية ولكن في كثير من الأحيان كان هناك سوء استغلال لهذا العقل ولهذه السلطة السياسية المطلقة المعطات لرعاية مصالح الناس للحاكم أو لولي الأمر أو للإمام وبالتالي فإن اجتماع هذه باجتماع السلطة السياسية فيه يجعل النظر يتجدد في أنه لا يحسن أن يكون مستقلا بأنواع السلطة السياسية فالحق له بمقتضى البيعة فلذلك لا بد أن يعطي هذا الحق لتبرأ ذمته فتوسيع المشاركة السياسية مثلا التعبير العصري بأن يعطى بل نقول التعيين أصلا في الولايات قبل ذلك الولايات النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يلي الإمامة هو الذي يلي القضاء السلطة القضائية وهو الذي يلي الإفتاء عليه الصلاة والسلام هو الذي يبعث القضاء هو الذي ينصب الأمراء هو الذي ينصب الولايات فهي مجتمعة فيه وهذا يعني أنها راجعة له كذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أبو بكر قاضيا وكان واليا وكان هو بمقتضى الولاية يعمل ويعمل ولكن كان يمارس سلطات أخر فلما رأى الولاية أنهم قد لا يمكنهم أو لا يمكنهم أن يقوموا بمثل ما قام به الخلفاء لأجل عدم الاستعدادات وفوضوا بعض ما لهم للناس وذلك للقيام بمصالح ويجب عليهم ذلك لأنهم ليس عندهم الاستعداد أن يقوموا بجميع مقتضى ما فيه الصلاح ودفع الفساد فوسعوا الولايات ووسعوا الدواوين وأنشأوا الوزارات الأصل أن الحاكم هو الذي يلي جميع الوزارات الأصل أنه هو الذي يلي جميع الأعمان لكنه إذا كان لا يمكنه ذلك فبراءة ذمته وحقيقة البيعة والعقد والوكالة أنه يقوم هو بالتفويض لغيره ولذلك هناك سلطة تفويضية وسلطة أساسية كذلك مثلا في العصر الحاضر يقول الآن مثلا وجود المجالس الحديثة مثل مثلا البرلمان أو ما يسمى مجلس النواب أو مجلس الشعب هذا غير الشورى الشورى عندنا هناك في الأصل عندنا شيئان أهل الحل والعقد وأهل الشورى أهل الشورى ينصبهم الإمام ليكونوا أهل الشورى له كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أهل الشورى أبو بكر وعمر وفلان وفلان وفي عهد أبي بكر كان له أهل الشورى عهد عمر جعل الشورى في المبشرين بالجنة وبعض أهل بدر إلى آخره لكن أهل الحل والعقد لهم وظيفة أخرى هم الذين يعرفون مصالح الأمة وهم الذين يختارون الولاية ليبايعه الناس بمقتضى ذلك لكن المجالس الحديثة إذا قلنا مثلا مجلس الشورى البرلمان مجلس الشعب الشورى شورى لولي الأمر هذا في مقتضى الاسم لكن مجلس النواب هؤلاء نواب عن الناس فيما فيه مصالحهم الأصل أن الذي ينوب عن الناس فيما فيه مصالحهم هو ولي الأمر الإمام بمقتضى البيعة فإذا رأى ولي الأمر المسلم في الدولة الإسلامية إذا رأى أنه هذا الحق الذي له أن يجعله للناس مرة أخرى في أنهم ينصبون من ينوب عنهم في تحقيق مصالحهم جزئيا أو كليا فهذا الأمر راجع له بمقتضى البيعة ولذلك بعض من تكلم في هذا الموضوع رأى مثلا أن المجالس هذه أنها ليست من صميم النظام السياسي الإسلامي أو الدولة الإسلامية وأنها إنما هي نظم الديمقراطية غربية لا يجوز أن تأخذ بها الدولة الإسلامية وهذا غير صحيح فإن هذه المجالس هي في الحقيقة بمقتضى العقد الأساسي هي لولي الأمر لكن له أن يفوض ذلك إذا رأى أن مصالح الناس أن لا تكون إلا بذلك وهذا مثل تولية الوزارات الأصل أن يكون هو القاضي وهو الذي يحكم وهو الذي يأمر بالمعروف ينعى المنكر وهو الذي يحاسب الناس إلى آخره هنا نأتي في أن هذه المجالس إذا كانت نائبة فليست مصدراً للتشريع وإنما هي مصدر للتنظيم فإذا كان كذلك فليس عندنا في الإسلام في النظام السياسي للدولة الإسلامية ما يسمى بالمجلس التشريعي إلا إذا كان مفهوم المجلس التشريعي يعني المجلس التنظيمي يعني التشريع التنظيمي فهذا فيه سعة في الاصطلاح لكن التشريع الذي هو الحكم إنما مرجعه إلى حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل العلم أما ما اختلفت فيه الاجتهادات فهذا فيه سعة في الأخذ به لذلك كان هناك التشديد في أمر عقد البيعة لأجل أنها فيها مصالح الناس وعدم الخروج عن الوالي وأنه ليس من حق الناس أن يخرج عنه بل من نازع في الولاية فإنه يجب قتاله حتى يرجع عن ذلك بل أمر الشرع بالصبر على جور الآئمة يعني الناس نصبوا الإمام أو الإمام تغلب فرضي به الناس فلابد من الصبر على ما يراه الإنسان مما كره لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره لأنه لا يمكن أن ينزع العقد الأساسي له عقد البيعة بما كره الإنسان ويقول شيخ الإسلام من تيمية في هذا الأمر والصبر على جور الآئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة لذلك هنا تأتي ثنائية النظرية السياسية في الإسلام الصبر والسعي في الإصلاح وهذه اجتماعها في المفهوم السلفي الذي طبق في عهد الخلفاء الراشدين وفي بعض العصور للدولة الإسلامية فليس شرطا لصحة الدولة الإسلامية أن لا تقع الدولة في أخطاء أو أن لا يكون فيها أنظمة قاصرة أو أن لا تكون متخلفة في بعض الأمور وإنما لا بد أن يكون الإطار فيها والتشريع والتنظيم إسلاميا ثم من بعد ذلك يصلح مع الزمن ويطور مع الزمن لذلك المشاريع الإصلاحية التطويرية السياسية أو الاقتصادية المالية أو المشاركات هذه لها رصيدها في النظرية السياسية للدولة الإسلامية أما المال فإن ولي الأمر ليس إلا وكيلا للمسلمين على مال المسلمين ولذلك الخزانة سميت في الفقه الإسلامي ببيت مال المسلمين بيت مال المسلمين ليس هو بيت مال الدولة ليس بيت مال ولي الأمر وإنما هو بيت مال المسلمين وولي الأمر مسترعا عليه وهنا تأتي الرقابة الوزارات الرقابة على الجهات الاحتساب على الأسواق ونحو ذلك هذه من صميم النظرية السياسية للدولة الإسلامية فليس الحاكم منزها عن الرقابة ولا منزها عن المحاسبة ولكنها محاسبة ورقابة ممن يعطون ذلك وليس من عامة الناس وهم أهل الحل والعقد وأهل الرأي بالطريقة الشرعية التي تحقق المصلحة وتدرى المفسدة هناك من يظن أن الوالي فيما يفعله في المال بأنه مخول مطلقة دون رقابة فيما يرى فيه المصلحة وهذا أحد القولين عند أهل العلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل واحد فأعطاه غنما بين جبلين وهي تغني قبيلة وتغني أمه ولكنه أراد بهم مصلحة متحققة له عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأي أنهما يعني فيما ساسى به بيت مال المسلمين أنه إنما يعملان فيه بما فيه مصلحة المسلمين وأما بمثل هذا الإطلاق فإنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لما يراه مقام النبوة فيما فيه الصالح ولكنه لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه رأى أنه على ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى فيه المصلحة سواء أكانت مصلحة قريبة أو مصلحة بعيدة لكن بيت مال المسلمين هذا أحد العناصر الأساسية في التنظيم السياسي للدولة الإسلامية والرقابة على التصرفات المالية في ذلك وهذا فيه بعض التفصيلات التي يضيق الوقت عنها على كل حال هناك عندي عناصر كثيرة لم أتطرق لها أرجو أن يكون فيما ذكرت إشارة لأهمية هذا الموضوع والنظر الفقهي الشرعي الواسع له ولا بد أن يهتم الباحثون بهذا لأن هدف كل مصلح وهدف كل داعية إلى الحق وكل مهتم بالمصلحة الوطنية أو المصلحة الدولة أن يكون مساهماً أن يكون مسهماً في ما فيه الإصلاح وما فيه تقليل نوازع الشر لدى الناس في تنمية معالم وأسس الحكم الصالح وفي تقليل معالم ما يناقض ذلك أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين وفي الختام كان ينبغي أن أبتدئ بشكر بعد شكر الله جل وعلا بشكر المنظمين لهذا المهرجان وكريم دعوتهم لي لأشارك الإخوة في البرنامج الثقافي له فلهم الشكر والتقدير على ذلك ودعاؤنا لولاة الأمور فينا بما فيه الصلاح والسداد وأن يعينهم الله جل وعلا على ما فيه صلاح الدين والدنيا ومنافع الناس الخاصة والعامة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شكرا لصاحب المعالي على هذا الطرح المتميز المفصل وإن كان استدرك أن الوقت أن لا يسمح بتغطية هذا الموضوع لسعته ولأهميته ولكنه أجاد وأحسن بسمكم جميعا شكرا له أقل أو أقل أو 15 دقيقة لشان الجلسة اللي بعدها الساعة أنا قلت الأربع فأبدأ بالله كما وردتني المداخلات أولا الدكتور عوض بمحمد القرمي أرجو الإيجاز أرجو الإيجاز أرجو الإيجاز مؤثر من أقصيرا شرعيا نحن لنشد الحاجة لليه ذلك أحسن سياسي هو أقل جوانا بالفقر لدينا تطورا ونموما وسائطا لقضايا الحياة وتمر عن الضوء المتزم مختصرا وأيضا تاريخيا فراثيا وأحب أن أشيري لقض المقاط بشكل زريح أظن أن بعيدا عن التنظيم نعالي من ناحية العملية العادة الإسلامي حصولا في هذا الجانب حتى أصبحنا نسلق بأسئلة الكدار من تقارات القرى على الرواقات الأخرى من الأسباب لهذه المشكلة التي نعاليها ولذلك وما كان عليهم للقضايا التي هي من النحيط العملية نحتالي إلى أن تطرح ويبد فيها ونصف فيها إلى غاية الشرعين الأصير وما زاد الجد نحضها صافة ولم نقل فيها حمرة التسلال والبعاة السؤال التي تفضل به الدكتور محمد البشر صحيح أو الإشكال صحيح ولذلك ثالثا نعبر بالنظام السياسي وبالنظرية السياسية أما كونها نظرية فنعم هي نظرية وكون النظام نعم هو نظام نظرية من حيث إن أصول التشريع السياسي إذا صح التعبير أو فقه السياسة كما عبر أخي الدكتور عور هذا موجود في النصوص لكن تفصيلاتها اجتهادية أكثر التفصيلات في كتب أهل العلم فيما يتعلق بالسياسة في الإسلام بكلها اجتهادية وبالتالي هي نتاج مجموعة من كلام أهل العلم والفقهة وكثير منهم غلى وجعل النظرية السياسية هي صورة دولة أعجب بها منهم من أعجب بالدولة الأموية فجعل الأحكام السياسية هي نموذج الدولة الأموية ومنهم من عكس جعل المثال الدولة العباسية ومنهم من جعل إلى آخرة نحن نتكلم عن الإسلام بعمومة نتاج اجتهاد كبير لا يمكن أن يحد بدولة ولا يمكن أن يحد بمذهب ولا يمكن أن يحد بربلد ولا يمكن أن يحد بتاريخ وإنما هذه الجهود الكبيرة الكثيرة من علماء الإسلام ومن فقهاء الإسلام ومن الباحثين والمحققين في مثل هذه المجالات الدقيقة هي تراكمات لفكر طيب في هذا الصدد ولذلك يصح أن نقول إن السياسة في الإسلام كثير منها نظريات لأنها اجتهادات وليست نصوص لكن مفهوم البيعة أسيء فهمه بأن البيعة معناها أن يستقل بها عن أي مشاركة ليس كذلك أنا كما ذكرت لك المجالس قد يرى ولي الأمر أن الناس هم بايعوا وأعطوه النيابة عنهم في رعاية مصالحهم والوكالة عنهم في رعاية مصالحهم لكن هو قد يأتي ويقول أنا لا أستطيع أن أقوم بمصالحكم إلا بمن ينوب عنكم فأنتم اختاروا انتخبوا من ينوب عنكم وهل نقول هذا أنه تنظيم ديمقراطي وليس إسلاميا لا أرى ذلك لماذا؟ لأن معنى البيعة وأنها عقد وكالة وتفاصيل أحكام الوكالة الفقهية تعطي مثل هذه الحقوق الأمر الآخر المجالس التي تعطي الرقابة يعني في المجالس الآن مثلا في التجربة الموجودة في العالم الإسلامي والعربي هناك مجالس ليست مجالس ديمقراطية وإن كانت هم يرون أنها مجالس ديمقراطية عندهم تجارب نيابية عندهم تجارب مجالس لكن نقول عندهم ديمقراطية ما فيه ديمقراطية مثل ما هي موجودة الديمقراطية في أمريكا ليست هي الديمقراطية في بريطانيا ليست هي الديمقراطية في فرنسا من حيث اختيار الحاكم إلى آخر المجلس في أمريكا الأغلبية فيه ليست من حزب الحاكم لكن في بريطانيا ما عندنا نظام ديمقراطي الأغلبية في الحزب إنما هو نفس حزب رئيس الوزراء فرئيس الوزراء من الحزب الذي له الغالبية في المجلس فإذن يفترض أن يتهم مثل ذلك بأن يقال مثلا طبعا هي لها إجراءاتها التي تنفي مثل على الكلام لكن نقول نظريا يقال طيب أن حزبه الغالب في المجلس في مجلس العموم أنه سيجامله لأنه هو الرئيس وهو من المجلس لكن هذا ما يحصل المجاملة يعني مثلا شن الحروب في بعض الدول يشنها بقرار من رئيس الوزراء في أمريكا لا لابد من قرار من المجلس إذن حتى في النظم الديمقراطية في الحقوق في حقوق القيادة هناك اختلاف هل هي له أو هي لمجالس كل هذا لأجل هدف واحد وهو ما الذي فيه صالح الناس وهذا هو هدف الدولة الإسلامية هدف الدولة الإسلامية وهدف البيعة ما الذي فيه صالح الناس الذي نأمن معه في تطبيق أمر الله جل وعلا في قوله تعالى إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لابد من هذا الرقابة بأنواعها هذا جزء من الأمان يعني يكون هناك تطبيق للشرع كون الشرع أعطى حق لولي الأمر لكن لا يعني ذلك أنه لم يعطي الرقابة عليه لابد من الرقابة عليه لأنه بشر وولي الأمر إذا كان صالحا ويفرح بمن ينصحه يفرح بمن يأتيه يفرح بمن يقول له ولذلك هي قضايا متشابكة وأشكر الأخي الكريم على مداخلته القيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر